هذه أبرز العناوين رئيس يوسفية برشيد يفجر فضيحة أخلاقية كبيرة داخل البطولة الجماهر المغربية تطور في وجه حكيم زياش المهدي بن عطية يعترف باهتمام مورينيو به وهذا ما قاله حول المدرب الظاهرة والآن إلى التفاصيل ولكن من قبله باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس رئيس يوسفية برشيد يفجر فضيحة أخلاقية كبيرة داخل البطولة فجرت هزيمة يوسفية برشيد فضيحة أخلاقية كروية ستضرب مصداقية البطولة الاحترافية في الصميمة وذلك بعد الفوضى التي قام بها بعض أعضاء المكتب المسير للفريق الحريزي والذين لم يتقبلوا الخسارة مما دفع الرئيس لمعاتبة عميمي بحكم أنه سبق وفوت له نتيجة إحدى المباريات ومباشرة بعد نهاية اللقاء توجه رئيس يوسفية برشيد نحو أرضية الملعب نحو عبد إله عميمي لعب الجهش الملكي وعتبه بعبارته من قبيل أنا أعطيتك ماتش وهو ما سجلته الكاميرات الحاضرة بالملعب مما يعد اعترافا واضحا وصريحا من عضو المكتب الجامعية بتفويته إحدى المباريات للفريق السابق لعميمي الكوكب المراكوشية وتعود النازلة لموسم 2018-2019 عندما كان فريق فارس النخيل مهددا بالنزول للقسم الثاني وكانت نتائجه السلبية غير أنه فاز بأربعة أهدف مقابل أهدف واحد على يوسفية برشيد وهي المواجهة التي أثرت نتيجتها آنذاك لغطا كبيرا نتج عنها اتهامة للفريق الحريزي الجماهير المغربية تطور في وجه حكيم زياش أغضب اللاعب المغربي ونجم النادي تشيلس الإنجليزي حكيم زياش العديد من الجماهير المغربية بعد رفضه لقاء الناخب الوطني وحيد خلال زيتش من أجل طعي الخلاف وعرب العديد من المواطنين المغرب في تدوينة متفرقة عن استيائهم من فعل زياش معتبرين أن تجاهله لاستدعاء المنتخب المغربي إهانة للجماهير التي تنادي بإسمه في كل مباراة من أجل عودته للمنتخب متسائلا هل مشكل زياش مع المدرب أم مع المغرب وكشفت مصادر مقربة من حكيم زياش نجم تشيلسي أن اللاعب المغربي رفض التواصل أو مقابلة المدرب البوسني وحيد خلال زيتش وعسب ذات المصادر فإن خلال زيتش سعى للقاء زياش منذ أسبوع كامل وتحديدا منذ جلسة المصالح التي تمت بين المدرب ونصير مزرع وليعب آيكس ورفض حكم زياش كافة محاولات التوسط للصلح مع خلال زيتش رافدا نسيان إهانة المدرب له أكثر من مرة وحرمانه من المشاركة في أمم إفريقية بالكاميرون المهدي بن عطية يعترف باهتمام مورينيو به وهذا ما قاله حول المدرب الظاهرة أشهد عميد المنتخب المغرب السابق المهدي بن عطية بمدرب نادي روما الإيطالي جوزي مورينيو لخبرته وإمكانياته على إعادة الفريق الإيطالي لتواهجه السابق وأكد المهدي بن عطية في حوار مع ريتسبور أن مورينيو لديه القدرة على البصم على مشوار كبير مع نادي إيس روما على غرار تجاربه السابقة وعبر المغرب بن عطية أن المدرب كان دائما يسعى وراء خدمتها حين كان المغرب يزاول في روما ويوفينتوس وأضف أنه لطالما كان يتمنى الاشتغال تحت قيادتها وأكد بن عطية أن البرتغالية وجد ضالته مع النادي الإيطالية الشيء الذي يجعله يشتغل بشكل حماسي وختم المغرب أن النادي العاصمة بين أياد أمينة ومورينيو قادر على قيادة النادي للصعود لمنصات التتويج مجددا يشار أن النجمة المغرب السابقة سبق له أن مارس لسنوات عديدة في الدور الإيطالي مع أندية أودينيزي روما ويوفينتوس كما كانت له تجارب أخرى مع أندية بارميونيخ والدحيل القطرية قبل أن يضع حد دليم السيرة الحافلة بالألقاب بعد تجربة قصيرة في الدور التوركي مصدر هذا الخبر عاجل منع الويداد والرجاء من الاستقبال بدونور إلى نهاية الموسم طلبت الكون فيدرالي الأفريقية لكرة القدم من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عدم برمجة مبارية البطولة الاحترافية بمركب محمد الخامس بداية من الرابع والعشرون من يولو المقبل لفسح المجال أمام اللجنة المنظمة لكأس أفريقية للسيدات لوضع المنصقات بجنباتها إلى جانب اللوحات الاستشهارية لمستشهر الكاف وتنطلق كأس أفريقية للسيدات في الثاني من يوليوز 2022 وتستمر إلى غاية الثالث والعشرون من الشهر داته في المغرب وأوضح مصدر الجامعي أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ما زالت لم تخبر الويداد والرجاء بإغلاق ملعب مركب محمد الخامس حتى يتسنى لهم البحث عن ملعب لاستضافة مباريتهما الأخيرة في الدورة الاحترافية إذ ستجرى فيه مبارتين فقط الويداد وخريبكا ومباراة الديربي في التاسع عشر من يونيو 2022 قبل إغلاقها وحددت العصبة الاحترافية لكرة القدم يوم السادس من يوليوز 2022 موعدا لاختتم منافسات البطولة الاحترافية وهو ما سيفرد على الويداد والرجاء البحث عن ملعب لإجراء الجولات الثلاث الأخيرة من الدورة الوطنية الاحترافية وينافس الويداد والرجاء على لقب الدورة الاحترافية التفصل بينهما حاليا نقطة وحيدة في انتظار إجراء الويداد لمباراة المؤجلة أمام فريق أولمبيك خريبكا إدفع حاليفا وسيرتفع فريق النقاط بين الغريمين إلى أربع نقاط عرض مغري من الأهل الليبي للاعب ويدادي مغضوب عليها عرض النادي الأهل الليبي لكرة القدم 205 مليون سنتيم كمينحة توقع للتعاقد مع بضر قدارين الظهير الأسر للويداد الرياضي في المركات الصيف المقبلة وينتعقد بضر قدارين مع الويداد الرياضي لكرة القدم في يونيو المقبلة علما أن الفريق الأحمر لا ينوي تجديد عقد هذا الأخير في ظل ابتعاد عن الميادين لفترة طويلة ويوصل بضر قدارين تداريبه مع رضي في الويداد الرياضي لكرة القدم بقرار من وليد ريجراجي لأسباب انضباطية وكان ريجراجي قد وضع قدارين ضمن لائحة انتقالة الفريق في المركات الشتوية وتنزل اللاعب عن مبلغ يقدر ب140 مليون سنتيم من أجل الرحيل عن الفريق إلا أن السعيد ناصر رفض توقيع وثقة فسغ العقد بعد منع الويداد من التعاقدات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ولعب قدارين لسنوات في الفريق الأحمر وتوج معه بالعديد من الألقاب أهمها لقب دور حزبة الأبطال إذ كان حينها لعبا أساسيا في تشكلة المدربة السابقة الحسين عموتا قدارين لعب مبارية قليلة مع الويداد تحت إشراف الرقراجي قبل أن يقرر الأخير التخلي عن خدمته بصفة رسمية النفاتي الجيش منحني الحياة بعدما كنت مدفونا في الإمارات قال أدم النفاتي إن مستقبله مع الجيش الملكي بيد أسرته الصغيرة وذلك بعد انضمامه على سبيل الإعارة إلى الفريق العسكرية خلال المركات الشتوية الماضية وقال النفاتي ردا على سؤال بخصوص مستقبله مع الجيش الملكي إنه يحاول دائما أن يكون مرتاحا في المكان الذي تكون فيه أسرته مرتاحا وهذا ما يعيش حاليا بالعاصمة الرباط وقدم لعب الفتح الرباطي وأولمبيك خريبغا ومولودية وجدة سابقان شكره إلى إدارة الفريق العسكرية التي منحت الحياة والفرصة من جديد بعدما كان مدفونا في الإمارات وعاد النفاتي إلى تألقه من جديد بعدما كان حبيس كرسي الاحتياط في مبارية سابقة حيث قاد الجيش إلى التتوجي بكأس العرش بعد غياب دام 12 سنة وسجل هدف الفوز أمس الجمعة أمام الفريق الحريزية